إلا أننا نعي تماماً أن هذا التحرير لا يعني نهاية الحرب ولا يعني ثقوط المخططات هكذا عبر رئيس النظام السوري في أول كلمة له موجهة بشكل مباشر للسوريين عن تقدم قواته المدعومة من روسيا والميليشيات الإيرانية في مناطق ريفي حلب الغربي والشمالي الغربي ضارباً عرض الحائط الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها السوريون في مناطق سيطرة النظام ومئات الألوف من النزحين من المناطق التي يستهدفها وروسيا وميليشياته في محافظتي حلب وإدلب والمجازر اليومية التي ارتكبتها قواته وشركاؤها في هاتين المحافظتين والتي تسببت بمقتل أكثر من ثلاثمائة وثمانين مدنياً وبنزوح أكثر من ثمانمائة ألف شخص بحسب الأمم المتحدة كلمة رأس النظام تزامنت مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا إلى إنهاء دعمها لمواصفها بالفضائع التي ارتكبها النظام في شمال البلاد وعرب ترامب عن قلق الولايات المتحدة من العنف في منطقة إدلب التي تشهد تقدماً لقوات النظام كذلك تزامنت مع مطالبة منظمة هيومان راس وورتش مسؤولي الدفاع في أوروبا بالضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوضع حد للأزمة الإنسانية التي تعيشها محافظة إدلب بسبب انتهاكات النظام السوري وروسيا ميدانياً واصلت جيش التركي إرسال تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المتمركزة في محافظة إدلب السورية في بوادر تشير إلى عملية عسكرية مرتقبة تعزيزات تزامن وصولها مع شن الطائرات الروسية غارات مكثفة على بلدة عنجارة بريف حلب الشمالي وقصف قوات النظام البلدة بصاروخين باليستيين وسيطرة قوات النظام على مدينة عندان شمال حلب ومحاصرتها نقطة مراقبة عسكرية تركية في تلة عندان وقصفها مناطق في مدينة تل أبيض بريف محافظة الرقة قصف خلف العشرات من القتل المدنيين والجرحى وتسبب بدمار واسع في المدينة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر